تقول صحيفة هابرسول التركية ان قسما من مقاتلي داعش الذين تم تسليمهم الى التنظيم كانوا موقفين في سجون التركية ومن بينهم قياديون رفعوا المستوى الولايات المتحدة بحسب الصحيفة عارضت اخلاء سبيل المقاتلين الذين يتلقون العلاجة في تركيا الا ان التنظيم ضغط على حكومة حزب العدالة والتنمية للافراج عنهم مجلة فورين بوليسي نقلات عن جين لويس بروجر المدير السابق لمركز امريكي اوروبي مشترك لمكافحة تمويل العمليات الارهابية قوله ان قطر تقوم بتمويل علني لجبهة النصرة بهدف زعزعة استقرار المنطقة وتضيف المجلة الامريكية ان مؤسسات قطرية تساعد الارهاب وتعمل في غسل الاموال وتوفر فرص العمل والوثائق الرسمية لشخصيات الرئيسة ذات صلة مؤكدة ان قطر ضخت عشرات الملايين من الدولارات من خلال شبكات تمويل غامضة الى مقاتلي المعارضة السورية المتشددين والسلفيين المتطرفين واسست سياسة خارجية تتجاوز وزنها وحول الجدوى من الغارات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تنقول مجلة نيوزويك عن الرئيس السابق لهيئة اركان الدفاع البريطانية اللورد ريتشاردز ان الضربات الجوية لن تحقق الهدف الاستراتيجي وان الطريقة الوحيدة لهزيمة داعش هي استعادة الارض التي احتلوها وهو ما يعني عملية عسكرية تقليدية